هي سابقة في تاريخ إسرائيل فأول وأصغر رئيس وزراء في تاريخها وأكثرهم استدامة يحاكم وهو لا يزال على رأس السلطة بن يمين نتنياهو مثل أمام المحكمة بعد أن وجهت إليه تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فرئيس الوزراء الإسرائيلي متهم بتلقيه هدايا فاخرة من السجار والشامبانيا والمجوهرات بمئات ألاف دولارات من أثرياء مقابل خدمات مالية أو شخصية في إطار عملية عرفت باسم ألف كما أن علاقات بن يمين بالإعلام ستتصدر نقاشة فالقضية ألفان تتضمن اتهامات له بمحاولة التواصل مع صاحب جريدة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية من أجل تحسين تغطيته الإعلامية أما القضية المعروفة باسم أربعة ألاف قد تكون الأخطر قضائيا بحسب الخبراء فنتنياهو متهم فيها بمنح مزايا حكومية درت حوالي 500 مليون دولار لشركة بيزيك الإسرائيلية للاتصالات مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية لنفسه ولزوجته على موقع إلكتروني إخباري تؤثر إيجابيا على مستقبله السياسي وتأتي المحاكمة بعد إسبوع فقط من تنصيبه رئيسا للوزراء للمرة الخامسة وتوصله لاتفاق تشكيل حكومة جديدة تضم عددا قياسيا من الوزراء يبلغ 34 بعد عام من الجمود السياسي انتهى بإبرام اتفاق ائتلافي بين نتنياهو وخصمه الأول زعيم تحالف أزرق أبيض بني جينتسا